مختلفة هذه المرة طريقة التعاطي الإيرانية مع الهجوم الصاروخي على منطقة سكنية في مدينة أربيل بكردسان العراق فلقد كانت تعامل في هجمات سابقة غير ذلك كانت الهجمات تشن فتتوجه أصابع الاتهام نحو الميليشيات الموالية لنظام طهران دون أن تعلن أي توجهة مسؤوليتها أما اليوم فالحرس الثوري الإيراني يعلن بوضوح مسؤوليته عن الهجوم باثني عشر صاروخاً باليسياً بعيداً على أربيل زاعماً أنه استهدف مركزاً ستراتيجياً تابعاً للكيان الصيوني في المدينة زعم نفته سلطات الحكومية في كردسان العراق مؤكدة أنه أصاب مناطق سكنية مدنية فقط ومطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق في الواقع في حين توالت ردود الفعل الدولية التي أدانت الهجوم وعدته مشيناً وبحسب محللين فإن الهجوم الإيراني يفرض على المسؤولين في العراق تحدياً واضحاً على مسويات عديدة فالأحزاب الحاكمة في العراق أو تلك التي ستحكم قريباً في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة كلها ترتبط بعلاقات قوية قد تصل حد التبعية لنظام طهران بل إن المباحثات حول تشكيل الحكومة تتم برعاية ووساطة إيرانية فكيف لأحزاب هذا حالها أن تتبنى موقفاً قوياً في مواجهة إيران؟ كما أن ميليشيات الحجة التي تتلقى أموال طائلة من موازنة العراق بصفتها قوة تابعة للدولة تدين بالولاء لنظام إيران على الرغم من أن وظيفتها كقوة حكومية تستلزم الدفاع عن العراق ضد أي انتهاك لسيادته وهو ما فعلته إيران بهجومها الصاروخي ما يفرض مزيداً من التساؤلات بشأن مدى صحة مزاعم أحزاب السلطة وميليشياتها في العراق عن الاستقلال والسيادة